السلام عليكم هنبدأ بقى كلامنا نحاول نحن نحل مسائل بقى على مسائل التانكات عشان شفحنا بنعمل ايه بالزبط الاول حاجة في المسائل اللي حننقرأ السؤال نفهم هو محتاج ايه عشان ما نتفاجئش مسلا في الامتحان انا مسلا فاهم وعارف احل بس لا انا ما قاردش اسئلة فبالتالي لما هو يطلب الملطوب اللي انا اصلا عارف اجابتم ومعافش طلعه اول حاجة اللي بيقول لي اللي هو عندي تانك في جر وان اللي هو الشكل اللي قدامنا دوت عنده الاريا 0.5 وعنده الانيشا سيدي ستيت كونديشن عنده الاتش واحد اتش اثنين اه بتمانية عنده كي واحد وكي واثنين 1.4 فوت سكوير بر منت عنده البومب سبيد اتشينج تو كيو تو بيكم 1.9 عندنا موضوع اللي هو البوصرف تسفلسمنت بومب بداية البوصرف تسفلسمنت بومب الفكرة اللي فيها ان هي ان الكيو بتاعتها بيبضل تثبت فبالتالي احنا كنا بنقول ان انا عندي الكيو هات بتساوي كيو ستيت ستيت اه بتساوي كيو موانس كيو ستيت ستيت فدايما الكيو هات بتاعت البوصرف تسفلسمنت بومب وتوقع بصفر فهو هنا هوت عشان يمنع ان انا عاملها بصفر بيقول لنا عندي كيو تو كانت 1.4 وان بقت 1.9 فبالتالي من هنا من خلالها هقدر اطلع الكيو هات بكم كرقم على طول يعني دي الفكرة بتاعت النقطة دي بعكاية بيقول لي عايز drive dynamic relation between the level the level and the inflow to H of the tank بعكاية بيقول لي express the variation of H of H1 and H2 the function of time المطلوب التاني ده اصلا ده مش موجود عني دلوقتي ده لسه موجود في محاضرة ثلاثة او محاضرة اربعة فهنسيدنا منه هنبدأ دلوقتي عايزين نعم relation between the level والإنفلو بتاعت التانك هنما بين الليفل اللي هو ال H وال Q حسب كل تانك فيهم بقى فاحنا اول حاجة قولص عندنا ان هو QN بيتساوي Qout plus A D H عديتي طيب ماشي احنا دلوقتي عايزين نبص هنا هو طيب احنا نمسك تانك واحد ده كده تانك واحد او تانك واحد او عادين نشوف الحاجة اللي فيه زياني مالش عندنا اول حاجة عندنا ايه اللي داخل عندنا Q2 داخلة يبقى اللي داخل Q2 بتساوي Q1 plus A اللي هي O.5 في DH على DT طيب ماشي اه تعالي نبدأ لحنا نحل بقى التانك واحد نسمنا بتانك اتنين دلوقتي خلص احنا قلنا Q2 عبارة عن ايه اللي انا عايز علمها هات Q2 هات هتساوي Q2 minus Q6 دي اتساوي 1.9 minus 1.4 هتساوي O.5 فانا بكده بقى عندي ان O.5 بتساوي Q1 plus O.5 DH على DT طيب انا دلوقتي عايز اللي انا Q1 ديت نخليها Q1 هات DTH هات فبالتالي هروح هلجع لنا اخلي Q1 دي اصلا ايه functional of T دي عبارة عن C root ال H هو قال لي اصلا ان ال H C D step بكام كان قاني H C D step ب8 بعدين ال area O.5 و Q C D step 1.4 فبالتالي من خلالهم هقدر اجيب C فعندي ان ال C بتساوي 1.4 على root ال H اللي هي بكام ب8 هتطلق اللي ال Natic هنا ده مصنع O.4.95 فان انا مطلقت ال Natic هنا بO.4.95 تاسي هقدر على طول اللي انا اعوض في ال Equation هقدر هتطل اللي انا اعوض في ال Equation كيو. بتساوي او بوينت اربعة تسعة خمسة. روت ال H. وهقدر من هنا جيب ال DQ وعديه بتساوي او بوينت اربعة تسعة خمسة على اتنين روت ال H. وال H قلنا بتمانية. فبالتالي هقدر اطلع من هنا السلوب عبارة عن. خمسة. اه كان عبارة عن O. ٭.٨. خمسة. فبالتالي من هنا هقدر اطلع ايه? ان كيو هات. بتساوي O.٨.٠. خمسة. مضروفة في الاتش هات. عوب بها في الاكوشن اللي لسه عاملها ان هي او بوينت فايف. بتساوي او بوينت او تمانية سبعة خمسة. اتش هات. بلوس الاو بوينت خمسة. تي اتش على دي تي. قلني لازم ده يبقى بواحد. فهقسم على الرقم دوت. هطلع من هنا الاكوشن خمسة بوينت سبعة واحدة اربعة. تي اتش واحد. بعد دي تي. بلوس اتش واحد بتساوي خمسة بوينت سبعة اربعة. من سا شالهات. فكل اللي انا عملته. انا كلابت الاكوشن الاولية. كيو ان بتساوي كيو اوت بلوس اي ريب دي اتش دي تي. انا عارف ان كيو ان بصوف التانك. قلتها اللي هي كيو اتنين. وعندي كيو اوت اللي هي كيو واحد. انا محتاج اخلي مسألة كلها هاتات. اا ليه? انا اصلا محتاج ان انا اجيب علاقة ايه? ما اجيب علي علاقة من ايمبوت والاوتوت. فانا عايز اجيب علاقة من Qn والاوبت اللي هو ال H او Qout. هنا هو انا شغلنا نجيب علاقة لل H ان هو اللي محتاج العلاقة ما بين ما بين ايه. هنقر اتاني كده هو اللي عايز ايه. ما بين الفلو والليبنين. هما محتاج علاقة من Q وال H. فانا هنا هو لما يجي بص على ال Q لما يجي حاولها هات هلاقي لي هي مش تطلع ككونسنت او تطلع حاجة لا بتطلع لي كرقم سابت. وبطلعش اجي باريو بتطلع كرقم سابت. عشان عندي هنا هود موضوع ال J or B. او ال B. او بتطلع لي رقم سابت. او بتطلع زيرو او رقم سابت. انا محتاج اخليها Hات. فهالاقيها اللي هي non linear equation. فلاقيها اللي هي لنير. فعملها لنير. عن طريق ان هنا بعمل linearization. وهقول ان هي بتبقى بتساوي A A X بلوس B. واجيب ساعتها ان هنا ال X دي عبرها عن ال H هات. عشان في الاخر بشيل ال B. اا في الاخر باجيب ال resistance او ال slope. واضرب كلهم عشان نخلي ال coefficient على ال H دوا بواحد. في الاخر اطلع على equation تبقى عمله كيف. اا في الاخر لو انا بقى عادت اشتغل على tank التاني دي هاتيبها يعني الناس تفكر فيها. بس هاتلقوها في الاخر هي طلع عن نفس equation بزبط باستفرق. اا دي كده ده كان اول سؤال. بالنسبة لمطلوب الرقم اتنين. فهذا لمطلوب الرقم اتنين ده قصلا ده لسه هنتطرق له في المحاضرة الثالثة. فما نرجع نحن نكلم في تلواتي خالص يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.